أهم الشخصيات وطبعا الأبطال اللي موجودين في الرواية شخصية البطل أه شخصية البطل اسمه طفو اسمه طفو طفو أه أنا مكرا أقول يعني طفو 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 أه هو الحريقة طفو لا لا يعني هقولك أقولك اسمها جاي من إين يعني أنا عندي ابن أختي صغير عنده 14 اسمه شادي كان بيقول على كل حاجة بتتقفل أو بتخلص طفو يعني انطفت فعجبتني جدا وخزنتها في دماغي كلمة طفو يعني اسم هو مش عارف يقول انطفى أو خلص فخدت أول اسم طفو بعد كده سميت بقى كل الأسماء على أساسه كنزو كاتو بوتو ميجو على نفس الوزن على نفس الوزن بس هو كان يعني شادي بن أختيها أول واحد هو مبتكر طفو هو مبتكر اسم وأنا خدت الاسم يعني هو بيقولها كصفة بس أنا خدت ده خليته اسم بقى البطل وبناء علي عملته كل الأسماء هم أبطال أول جزء يعني في جزء التاني حسيت أن أنا عايز أعمل لعبة تاني فبتلت أدور على يعني رحلة تاني جديدة فبتلت الجزء التاني يكون يعني بشخصيات جديدة بعدين حسيت أن أنا لسه بشبعتش من اللعبة عايز ألعب تاني فرحت ابتكرت شخصيات تاني عملت جزء تالت في الرواية هم يعني أجزاء بتتناقص يعني 16.84 يعني بالشكل بس طبعا ده أنا أكشفت بعد ما انتهيت يعني مرضو ما أبقاش مخطط لأي حاجة هيا كلها كانت لعبة بالنسبة لي ممتعة وأنا مبسوط أن أنا معايا شخصيات من شبهنا عندهم طريقة كلام مختلفة وطريقة كلام مختلفة وتفكير مختلفة فقلت أنا أنا من الشاب عم اللعبة عايز ألعب تاني لغاية ما وصلت بالحجم اللي هي موجودة بي ده ونشرتها الدار المصرية الليبنانية مشكورة يعني على على مغامرتها لأنه لا دي ممكن تتعامل فيلم كارتون على فكرة تفضل شخصية كارتونية مؤثرة جدا في الأطفال وممكن الكاركترز الحديث تتكلم عنها دي تكون شخصيات بجد حقيقية يعني أحيانا الخيال بجد ممكن يوصلنا للواقع يعني يا حزيو أعتقد أن حددتك أثرت النقطة دي من خلال كلامك عن الرواية أنه أحيانا الخيال لما بنعيش فيه أو يمكن بنسده أكتر من الواقع يعني فيه جملة بعض الأشياء الخيالية أكثر وقعية منك ومنني في رأي ذا لأنه إحنا مثلا ممكن نشوف فيلم الوحيد حامد مثلا ونجي دلوقتي نبص إذا وحيد حامد كان يتنبأ مثلا أو كان يتوقع أحداث طب ما هذا الفن وده الخيال هو يعني خد بعض المعطيات من الواقع وابتالى يتوقع يعني أو يتنبأ أو يعني يستشرف مستقبل ما وإحنا في الحياة قابلناه فأعتقد أن بعض الأشياء الخيالية ممكن تبقى أقعية أكتر من الحاجات اللي بتحصل حواليها دلوقتي يعني التوائم الملتسق اللي حضرتك يعني كتبت عنهم في روايتك أو اللي كانوا أبطال حكايتك وأبطال روايتك هم عندهم رسين هم عندهم قلبين لعندهم قلب واحد بيحسوا نفس الإحساس وإحنا بنتكلم قلت أن مثلا لو أنا بقول لحضرتك حاجة ففي حد تاني معايا في نفس المكان بيكمل الجملة طب هم بيحسوا نفس الحاجة وأفكارهم متواصلة كمان مع بعضنا يبقى هم بس برسين بس أفكارهم متواصلة وقلبهم متواصل وأحساسهم متواصلة هم بس رسين هم بس رسين يعني يعني تفكيرين هو هي أنا برمز بيها الإزدواجية لجوانا الإزدواجية لجوانا الإزدواجية لجوانا الإزدواجية لجوانا سعدنا وعندنا بنفكر في الشيء ونقيده صح ده مساعدة كتير فهي دي يعني رمزية الرسين اللي في الرواية كلها لكن في الحقيقة يعني يعني مثلا عدت دور كتير في معلومات طبية وأبحاث من هنا ومن برة مفيش هنا غالبا كلها من برة في حاجات كتير جدا وليه علاقة بقانونيا عملينا عنهم أبحاث وطبيا وحاجات كتير جدا ولكن بعد ما جمعت المعلومات دي كلها وهضمت فكرة النوع من التواقم من التلصق اللي أنا عايز أكتب عنه روحت حطيت المعلومات كلها على جنب لأن حاسيت أني أو أنا مقتنع أن الفن يعني ما ينفعش نسقل كل المعلومات الطبية دي أو المعلومات القانونية هو المفروض لازم يجي مجرد وخفيف بعد ما أنا أهضم الحاجات دي كلها وما تتذكرش أصلي فحطيت كل المعلومات دي على جنبه وخدت منهم يعني هضمت الموضوع بس ما حطيتش المعلومات لكل المعلومات من الأبحاث اللي أنا شفتها وبتديت بقى يعني مثلا لأن أنا في الآخر مش بربز أن أنا فعلا أعمل جزيرة بالشكل ده وبقى يعني فهم جسمهم في إيه يعني أنا هادف أكتر اللي هو أنا وحضرتك وكل الناس بس وإحنا بنشعر بالإزدواجية في لحظة ماء ودائما ممكن يكون بنشعر بالإزدواجية طبعا وبيبقى عندنا أحيانا تفكيرين في نفس الوقت يعني تبصت لقي إنه فيه فكرة عندك وبعدين فيه برضو فكرة تانية عكسها عكسها على طول اللي هو بقى المايندسات برضو اللي الواحد بيبقى حطت نفسه فيها والتفكير وده بجد بيحصل وإزدواجية تانية أنه إحنا ممكن أنه فيه ناس قدام الناس بشكله ولكن هي في الحقيقة بشكل تاني في حد يعامل الشخص الكبير أو الشخص المقتدر بشكله ويعامل الشخص الفقير أو المسكين بشكل وكل دي هي أنواع من أنواع الإزدواجية جوانة وموجودة في المجتمع ترجمة نانسي قنقر